تحديدا أكرم توفيق يعني إن شاء الله ما يوصبش مرة تانية هو الباكرايت العصري وأفضل ظهير أيمن هو طبعا يجيد كمان اللعب في مركز الوسط المدافع وبيجيد اللعب في أكتر من مركز زي كان أحمد فتحي يعني تحديدا هو ده اللي هيعوض أو من المفترض شفناه قبل كده طبعا مع المنتخب مع نادي أهل لولا الإصابة صبت الرباط الصليبي لكن عودته هتبقى مهمة جدا جدا لأنه إذا كان أحمد فتحي كان عمل أداء أو أدى بشكل مميز جدا فترة من الفترات مع النادي الأهلي فأكرم توفيق هو اللي هيكون لي الدور الأكبر وهو أفضل ظهير أيمن موجود في مصر بطريقة أداءه بإسلوبه وزي ما قلتلك ويفكرك دايما بأحمد فتحي بأنه هو بيجيد اللعب في أكتر من مركز يعني حتى لو مثلا أنا بفترض مثلا أنك أنت أو النادي الأهلي أو منتخب مصر تزنق في ظاهير مساك أو في مركز الظاهير المساك أكرم توفيق يجيد اللعب في ظاهير المساك ويجيد اللعب كظاهير أيمن وأيضا في الوسط المدافع نفس اللي كان بيعمله أحمد فتحي لكن يجيد أكرم توفيق عن أو ما يميز أكرم توفيق عن أحمد فتحي القوة داخل الملعب ده بالنسبة للنجم أكرم توفيق اللي أنا على المستوى الشخصي بكون مبسوط لما بشوف لاعب بالنوعية دي فكرك بيه الجيل 2006 و08 و10 اللي كان فيهم لعيبة متكاملين بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر